دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد انبارح اجتماع لإيجاد حلول عجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس كورونا للمواطنين الراغبين في الصفر للخارج ده كان بحضور وزراء السياحة والآطار والصحة والسكان والطيران المدني والدولة للإعلام رئيس الوزراء اكد ان هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس كورونا المستجد للمواطنين اللي بيرغبوا فيه الصفر للخارج ومن جانبها اوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان انه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول لموقع الحجز الالكتروني واللي تم تجهيزه وطبعا هيظر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة وكمان نوهت انه تم تفعيل الخط الساخن 15-335 للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراء الاختبارات المطلوبة وحجز ميعاد الاختبار